نسيب شوية تويتر وفيسبوك والجدل بعد مباراة سوبر هنروح لها شوية بعد شوية في الناحية الفنية لكن تصنيف الفيفا لمنتخب مصر تراجع 23 مركز ده ما يحزننا كثيرا وليحزننا أكثر الإحصاء اللي انت هتقولها لنا دلوقتي طبعا يمكننا منتخب مصر الأسف الشديد يعني الشهر اللي فات شهر أغسطس كانت ترتيب 38 على العالم تصنيفه على العالم الشهر ده في سبتمبر بعد الهزمتين أمام السنغال سومة تونس تراجع للمركز 61 يعني فيه تراجع 23 مركز في التصنيف ده طبعا تراجع كبير جدا على مستوى العالم على مستوى أفريقيا برضو فيه تراجع حوالي 7 مركز في التصنيف الأفريقي يمكن هذه بقى الصورة أمامنا من الفيفا دول أسوأ 10 منتخبات في تصنيف شهر سبتمبر يعني أكثر 10 منتخبات حصل لها تراجع من شهر أغسطس لشهر سبتمبر في التصنيف منتخب مصر بيحتل المركز السابع في القائمة دي يعني إحنا سبع أسوأ منتخب تراجع في التصنيف الشهر ده يمكن في الأسوأ منتخب كانتوجو كانت تصنيفه يمكن 87 تراجع 125 نزل 38 مركز بعدين منتخب مقدونيا تراجع 36 مركز ثم فينزويلة تراجع 36 مركز دي الصورة من الفيفا دي الصورة من الفيفا بالإنجليش يمكن بعدينها على طول أن أعملها برضو جدول بالعربية عشان تكون أوضح للسادة المشاهدين للصورة اللي بعدينها دي عدد المركز اللي تراجعها كل منتخب فيمكن القائمة كلها منتخبات متواضعة جدا يعني إسمه مصر حتى يتحط في وسط المنتخبات دي بنتكلم توجو مقدونيا وفنزويلة أنجولا سيراليون بوليفيا كلها منتخبات مستوى متراجع وتراجعت أكتر في تصنيف شهر سبتمبر دي الصورة اللي أمامنا بالعربي لكل منتخب وتصنيفه الحالي وتصنيفه السابق بتاع الشهر الفات وعدد مركز التراجع زي ما قلتلك توجو تراجعت 38 مركز مقدونيا وفنزويلة 36 مصر بتيجي في المركز السابع كانت في التصنيف الحالي بتاعها 61 وكانت 38 الشهر الفات تراجعت 23 مركز يعني ضمن أسوأ عشر منتخبات في العالم دي طبعا يعني دي العالم لكن احنا كان دايما يعني في معظم الأحيان نبص على أفريقيا اللي احنا اتحرمنا من المشاركة في الأمم الأفريقية سنتين على التوالي تمام التصنيف الأفريقي دلوقتي مصر فين؟ احنا بقينا الحداشر دلوقتي يعني كنا الرابع على أفريقيا كنا في التصنيف الرابع على قارة أفريقيا دلوقتي بعد التراجع رجعنا سبع مركز على مستوى الأفريقيا وصلنا للمركز الحداشر فطبعا يعني بعدما كنا في صدارة أفريقيا وكنا في المركز الأول دايما بقينا مش من ضمن حتى أفضل عشر منتخبات في القارة السمراء اعتقد ده طبعا يعني شيء سلبي جدا مش شيء محزنة تمنى الجهاز الفني المنتخب يتدارك الأمر ده الفترة الجاية نحاول نلعب برضو متشاط ودية شوية تكون أقوى مع منتخبات أقوى لأن مثلا فوز على كينيا ما بيديش نقط كتير لأنه منتخب متوضع فنحاول نلعب مبارات ودية مع منتخبات قوية نحاول نحاول نحاقفوز فيها ده حيرفعنا في التصنيف وده هيكون برضو لي دور بعد كده لو حصل التوفيق مثلا وصلنا كاس الأمم يعني بالشكل ده حتى لوصلنا كاس أمم ممكن نتحط التصنيف رابع في المجموعة فلازم يبقى فيه تحسين للتصنيف الفترة الجاية ان شاء الله